مساء الخير للجميع فقرة جديدة بعنوان فائز بنوبل يعتبر الشاعر الفرنسي ريني سولي برودوم أحد المجددين الكبار في الشعر في القرن التاسع عشر وقد دخل التاريخ من أوسع أبوابه باعتباره أول من فاز بجائزة نوبل للآداب عام 1901 ولد في باريس وبدأ حياته بدراسة العلوم الطبيعية من أجل تحقيق حلمه الشخصي بأن يصبح مهندسا وبالفعل حصل على ديبلوم الهندسة لقد اختار مجالا دراسيا بعيدا عن الأدب ربما لاعتقاده أن الهندسة مهنة مضمونة تدر دخلا ثابثا بعكس الأدب الذي يعتبر مجازفة ومهنة غير ثابثة قد تعجز عن توفير المتطلبات المادية لحياة كريمة لذلك نظر إلى الهندسة كمهنة مستقبلية ومركز اجتماعي ومصدر دخل أما الأدب والشعر خصوصا فهو هواية شخصية ولاحقا سيتجه إلى الفلسفة ثم إلى الشعر وهكذا يكون قد جمع بين الحاجات المادية والحاجات الروحية وعلى الرغم من اهتماماته العلمية والتزامات مهنته إلا أنه ظل وفيا للأدب وعاشقا له ومتابعا للأحداث الجارية في الوسط الأدبي ومطلعا على الأسماء الجديدة ومراقبا للصراعات الأدبية التي تعتبر مؤشرا على حياة الوسط الأدبي ودوره المركزي الفعال في المجتمع وفي ذلك الوقت كان الصراع على أشده بين البرانسية الوليدة وأنصار الرومانسية والبرانسية هي مذهب أدبي فلسفي لا ديني يرفض المذهب الرومانسي في الأدب أما الرومانسية هي مذهب وجداني في الكتابة الأدبية كان له حضور قوي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في أوروبا وقد عارض برو دوم الرومانسية بشكل واضح وساند البرانسيين ورأى أنهم على حق وأن مذهبهم هو التجسيد الحقيقي للمعنى والوعي والضمانة الأكيدة لمستقبل الأدب وفي الحقيقة كان هذا الأمر متوقعا بسبب الخلفية الفلسفية لهذا الشاعر فالفلسفة هي الوعي الشمولي الحارس للإنجازات وخصوصا إنجازات العقل البشري والتطبيق الفكري على أرض الواقع أما المذهب الرومانسي في الأدب فهو حسب نظرة برو دوم تجسيد للعواطف السادجة والمشاعر السطحية وتلاعب بالكلمات الرقيقة ووفقا لهذه الرؤية تم تصنيف الرومانسية كمذهب أدبي سطحي وهلامي قائم على القشور وعاجز عن الوصول إلى روح المعنى وغير قادر على إصابة كبد الحقيقة وهذه الرؤية يعتمقها كثير من الفلسفة والمشتغلين بالفلسفة وهذه التفاصيل رزو بشكل واضح في مشروع برو دوم الشعري وتتلخص في تقديمه لنفسه حيث إنه قد أعلن أن هدفه هو خلق شعر علمي للأزمنة المعاصرة ومع أنه كان ينتهج الأسلوب العاطفي في كتبه الأولى إلا أنه قد انتقل بشكل تدريجي إلى الأسلوب الشكلاني عن طريق الاهتمام بالمواضيع الفلسفية والعلمية وقد تميز شعره بالصدق والصفاء والحنين والروح الفلسفية العميقة ومع أنه صار عضوا فاعلا في جماعة البرانيسيين والشاعر الرسمي لها إلا أنه ابتعد عن التأطير الحزبي الضيق وراح يصنع عالما شعريا خاصا به له خصائص شعرية ومتفردة وقد لقي تشجيعا كبيرا من الكاتب الفرنسي الشهير فيكتوروغو وقد أعطاه دفعة معنوية إلى الأمام تم انتخاب برودون في عام 1881 عضوا في الأكاديمية الفرنسية التي تعتبر واحدة من أعرق المؤسسات الفكرية في العالم وتضم نخبة العلماء والمفكرين والأدباء الذين تركوا بصمات واضحة في تاريخ الفكر الإنساني لقد كان تكريمه في وطنه تمهيدا لتكريمه عالميا حيث منح جائزة نوبل للآداب عام 1901 ليكون أول شخص في التاريخ يحصل على هذه الجائزة وقد رصدت القيمة المالية للجائزة لإنشاء جائزة للشعر وقد كرس حياته بالكامل لهواية الشعر ولم يخذله الشعر فقد منحه المجد الأدبي والشهرة العالمية وقالت أكاديمية نوبل التي منحته الجائزة إن أعماله تنم عن تكوينه الشعري الخاص الذي يعطي دليلا على المثالية النبيلة والكمال الفني الذي يعد مزيجا ناذرا من صفات القلب والعقل في نهاية حياته ساءت حالته الصحية وأصيب بحالة من الشلل وقد أجبره هذا على الابتعاد عن الناس واعتزال الحياة الأدبية والاجتماعية والعيش في عزلة تامة بعيدا عن الأنظار وقد توفي في عام 1907 ودفن في باريس ومن أبرز مؤلفاته أبيات وقصائد سنة 1865 مصائر 1872 وثورة الظهور سنة 1874 والعدالة سنة 1878 ونشرت له مؤلفات بعد وفاته من أبرزها حطام الصف سنة 1908 وفاته من أبرزها حطام الصف